معدنا الآن مع موجز الأهم وآخر الأخبار موجز الثامنة صباحا مع منا الشرقاء والفضل المين شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يلتقي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاط اليوم عددا من قيادات حركة فتح الفلسطينية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة كانت القاهرة قد استضافت اجتماع حركتي فتح وحماس برئاسة محمود العلول نائب رئيس حركة فتح وخليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس وذلك لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني استشهد خمسة وعشرون فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى لارتقاء 22 شهيدا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وعشرات الإصابات والمفقودين كما طال القصف أربعة منازل جميعها مأهولة بالسكان ما أسفر عن وقوع أكثر من 30 مصابا وأربعة عشر مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة أشخاص استشهدوا بينما نقلت عدة إصابات إلى مستشفى الأهل العربي المعمداني في مدينة غزة بعد قصف مدين منزل في حي التفاح أعلنت دولة نيكاراجوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وقالت نائبة رئيس نيكاراجوا روزاريو موريل أن الحكومة الإسرائيلية فاشية وترتكب الإبادة الجماعية وذكرت الحكومة في بيان أن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على البسارية والهرمل في مدينة بعلبك وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة ثلاثة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على البسارية بقضاء سيدار جنوب لبنان كما قتلى خمسة أشخاص وجرح خمسة آخرون في غارات على بلدة الهرمل في بعلبك في ذات السياق أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهداف تحركات لجنودي جيش الاحتلال الإسرائيلي على بوابة فاطمة وفي محيط بليدا دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى الكف عن استهداف عناصر قوة الأمن الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفال المنتشرة في جنوب لبنان جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بالبيت الأبيض حول الإعصار ميلتن كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفال أعلنت إصابة اثنتين من عناصرها من الكتيبة السريلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية في حادث هو الثاني من نوعه خلال يومين محذرة من أن قواتها توجه خطرا شديدا كما نددت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وعلنت الدول الثلاث في بيان إن مثل هذه الهجمات غير مبررة ويجب أن تنتهي على الفور أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين انتزام بلاده بالتواصل إلى حل ديبلوماسي دائم لصراع عبر الخط الأزرق يطبق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نبيه بري شدد بلينكين على الدور الرئيسي الذي سوف تلعبه مؤسسة الدولة بعد انتهاء النزاع والحاجة إلى ملء المنصب الرئاسي من خلال الوسائل الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب اللبناني من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقيم مضيفا أن على الدولة اللبنانية فرض نفسها وتأولي زمام المسئولية مشددا في الوقت ذاته على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد أعلنت روسيا أن أكثر من 300 شخص طلبوا المساعدة الطبية بعد هجمات القصف الأوكرانية على منطقة كورسك الحدودية الروسية منذ أغسطس الماضي وأوضحت السلطات المحلية في منطقة كورسك أنه منذ 6 أغسطس الماضي طلب ما يصل إلى 312 شخصا بينهم 11 طفلا المساعدة الطبية مشيرة إلى أن 20 شخصا يتلقون العلاج في الوقت الحالي في المستشفيات الروسية كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أجمالية خسائر أوكرانيا في منطقة كورسك بلغ أكثر من 21 900 جندي و144 دبابة شارك محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية لمجموعة بريكس تحت رئاسة روسيا الذي عقد بالعاصمة الروسية موسكو شهد الاجتماع مناقشة موسعة في مجالات التعاون الاقتصادي ونظم الدفع وتطبيقات الدكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن المعلومات في القطاع المالي كما التقى محافظ البنك المركزي على هامش الاجتماعات مع رئيسة البنك المركزي الروسي لمناقشة العديد من القضايا المشتركة ويعد هذا العام الأول الذي يشارك فيه البنك المركزي في المساري الاقتصادي والمالي لمجموعة بريكس بعد انضمام مصر إلى المجموعة في يناير الماضي وذلك تحضيرا لقمة بريكس المقرر عقدها في كازان خلال الفترة من 22 حتى 24 من أكتوبر الجري نهاية مجاز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل